أقامت جمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب مهرجان الخريف الشعري والذي تضمن لقاء شعري ومعرض للكتب ضمى نتاجات ما يقارب مئة مبدع من أبناء المحافظة كتبوا في مختلف المجالات يتضمن نشاطين أحدهما بعنوان مهرجان شعري بعنوان خريف الشعر يشارك به مجموعة من الشعراء الأعلام في محافظة الحسكة ممن لهم حضور غني ومميز في قصائد تعزز إرادة الحياة والانتماء في كل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها لنؤكد أن الحياة ستبقى خضراء ومورقة النشاط الثاني وهو نشاط هام جدا وهو أول نشاط يقدم في هذا المضمار هو نشاط توثيقي وثقنا به ذاكرة الحياة الأدبية في محافظة الحسكة منذ أواخر الخمسينات وحتى اليوم نتمنى من التعاون بشكل كبير لإحياء الثقافة في جميع المجالات مع المنظمات والجمعيات المهتمة في الشعن الثقافي هذه النشاطات تجلب الحميمية وتجدد المحبة والوصال والتوائم ونتمنى رغم الظروف المحيطة أن تستمر مثل هذه اللقاءات الجميلة تفاجأنا حقيقة بعدد هذه الكتب والكتاب والمؤلفين الموجودين بمحافظة الحسكة حقيقة شيء يفاجأ تقريبا عدد المؤلفين الموجودين رقم لا يستهان به وهي حقيقة أندل عن شيء يدل على ثقافة المحافظة وأبنائها وحفل اللقاء الشريء الذي أقيم على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بميلينة الحسكة بقصائل لعدد من شعراء المحافظة تنوعت مواضعها ما بين الوطني والغزلي والوجداني ويعتبر معرض الكتاب أول نشاط توثيقي يقدم في هذا المضمار تم من خلاله توثيق جزء كبير من ذاكرة الحياة الأدبية في محافظة الحسكة منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي عبر عرض مؤلفات هؤلاء الأدباء والكتاب من أبناء محافظة الحسكة أحمد الحمدوج للإخبارية السورية الحسكة